حرب واقتتال بين روسيا وإيران تقودها قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران بدأت بالتزامن مع تراجع نفوذ تنظيم الدولة في سوريا هذا ما صلطت الضوء عليه صحيفة سفابودنايا براسا الروسية التي قالت إن القوات النظامية التي تدعمها روسيا من جهة والميليشيات الموالية لإيران من جهة أخرى ما انخلت لهم الساحة في كثير من المناطق التي تعاون على طرد تنظيم الدولة منها حتى اشتبكتها فيما بينهما في صراع على النفوذ الصحيفة ضربت مثالا على ذلك مدينة البوكمال في محافظة دير الزور حيث تفاقمت التناقضات بين دمشق وطهران بعد استعادة المدينة من تنظيم الدولة وفرض الميليشيات الإيرانية سيطرتها بشكل كامل على المدينة والسبب في ذلك بحسب الصحيفة أن مدينة البوكمال وبعض المناطق الأخرى في محافظة دير الزور ذات أهمية استراتيجية لطهران حيث تضمن لها إقامة اتصالات مستمرة بين الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا حديث الحرب الدائرة على الأراضي السورية بالوكالة بين روسيا وإيران دعمته مصادر صحفية كشفت عن صفقة ثلاثية روسية أمريكية صهيونية تستهدف نفوذ إيران في سوريا سترسم خطوطها العريضة خلال المؤتمر الأمني الأمريكي الروسي الصهيوني المزمع عقده الشهر الجاري المؤتمر بحسب المصادر سيؤسس لصفقة ثلاثية تعترف بموجبها واشنطن وتل أبيب بشرعية نظام الأسد وتقلص بموجبها العقوبات المفروضة على روسيا مقابل أن تعمل روسيا على الحد من النفوذ الإيراني في سوريا ويرى مراقبون أن موسكو بحاجة لانسحاب إيران من سوريا لأن ذلك سيحول دون الاستفزازات التي تقوم بها الطائرات الصهيونية هناك وسيكون من الممكن بدء الحديث عن تحول سوريا إلى دولة سالمة وآمنة بالنسبة لروسيا كما أنه مع رحيل الإيرانيين سيرتفع احتمال تراجع القوة العسكرية الأمريكية في سوريا بشكل كبير خاصة أن إيران تعتبر التهديد الرئيسي للكيان الصهيوني بالنسبة لواشنطن شكرا